سيكون للحوثيين دور في مستقبل اليمن ليس هذا تصريحاً لدول أو منظمات ترعى عودة المسار السياسي والسلمي في البلاد بل لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي يمثل أهم دولة متورطة في حرب اليمن قرقاش في كلمة له خلال ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي قال إن التصعيد مع إيران لا يصب في مصلحة أي طرف وأن العلاقات مع إيران تتطلب جهوداً قوية للتوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة الإقليمية إيران أيضاً وعبر قائد قوات حرس حدودها قاسم رضائي عبرت بأن علاقاتها مع الإمارات تحسنت كما دعت لسحب الأسطول الأمريكي من الخليج العربي الاستجابة الإماراتية للتهديدات الإيرانية بعد قصف شركة أرامكو السعودية مثلت بحسب مراقبين السبب الرئيسي لحالة القزل مع إيران والحوثيين وإعادة ترتيب العلاقة مع إيران بشكل فعلي التقارب الإماراتي مع إيران وضع تساؤلات عديدة لدى مراقبين هل هذا التقارب يأتي بموافقة السعودية أم بالرغم عنها وما مستقبل الحرب مع إيران بعد هذا التقارب لكن الرد على هذه التساؤلات جاء سريعا من وزير خارجية السعودية عادل الجبير الذي أكد أن الأولوية في اليمن في الوقت الحالي لم تعد لمحاربة الحوثيين بل لمحاربة تنظيم القاعدة تغيرات عديدة لطريقة تعاطي الإمارات والسعودية مع الصراع في اليمن وتساؤلات كثيرة عن ملامح اتفاق يمني محتمل قد يغير المشهد لكن يبقى السؤال لماذا أدخل الخليج اليمن في صراع كارثي ومن ثم قرر رفع يده ليقاسي اليمنيون بعد ذلك وحدهم تبعات الإنقلاب والحرب والأزمات الإنسانية